يقول هل يجوز تفسير آيات القرآن التي تكون وضحة الدلالة بنفسي دون رجوع للتفاسير إذا كانت وضحة الدلالة تماما يجوز التجوز في مثل هذا مثل قل الممين يغض من أبصارهم يعني يجوز أنك تقول معناها غض بصرك يا أخي لا تنظر إلى الحرام هذا أحد مفردات تفسيرها أما الأولى والأفضل والأثبت أن ترجع إلى التفاسير عموما السلام عليكم